نظمت وزارة شؤون الشباب ورياضة فعالية أكبر درس في العالم الذي سيجاز له الدخول في موساط جلس للأرقام القياسية الذي جاء ضمن فعالية المهرجان الشبابية العالمية الأول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الآتي ضمن مبادرات مملكة البحرين الرامية إلى تحقيق الوعي الكامل لدى الشباب البحريني والعالمي بالأهداف التنموية المستدامة التي تضمن تحقيق مستقبل أفضل لشعوب العالم من داخل أروقة المركز العلمي البحريني الذي يعد أول مركز في أرجاء المعمورة يحكي قصصا تروى من نماذج تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن هنا تحديدا انطلق أكبر درس في العالم سيجاز له الدخول في موسوعة جنس للأرقام القياسية وذلك بناء على تفاصيل الحضور اللافت لفعاليته من قبل ما ينوف عن 12 ألف طالب وطالبة ينتمون لأكثر من 50 مدرسة وجامعة في مملكة البحرين الذي تكفل بتقديمه محاضر مختص بالشؤون التنموية ليصل صوته عبر ربط موحد باستخدام الشبكة العنكبوتية بدعم من عدد من شباب العالم الذين جاءوا من 90 دولة ومتطوعين من شباب البحرين الطامح والمتميز تم توزيعهم على مختلف المدارس والجامعات المشاركة في المملكة لتعريف الفئات المستهدفة بمدى أهمية تحقيق مجالات التنمية المستدامة السبعة عشر وأثرها الإيجابي في تحقيق الإزدهار وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الناس بحياة كريمة دون التعرض إلى تحديات تؤثر عليهم وعلى مستقبلهم نزيد توعية الشباب حول أهداف التنمية المستدامة ونشركهم في تحقيق أهدافها وطبعا حتى نوصلهم للعالمية من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة فعاليات كثيرة وهي 17 فعالية فمن خلال هذه الفعاليات التي تدور حول أهداف التنمية المستدامة بس بطرق مختلفة بيكون إشراك هذه المجموعة من الشباب وتوصيل فكرتنا ودور وحتى دور البحرين في تحقيق هذه الأهداف دخول موسوعة جنس أول شيء بيرفع اسم البحرين اسم المملكة ثانيا أنه بيسوي لنا حملة توعية كبيرة ما صارت من قابل في البحرين فبيخلي الشباب أو الطلاب نفسهم يكونون مسؤولين كفاية أن يوصلون هاي الأفكار حق النوس اللي بعدهم علشان يأمنون مستقبل أفضل للمملكة ولهم هما نفسهم في أكبر درس شهده العالم أعطيت الفرصة للشباب فقط بأن يتولوا تقديمه بعد تجاوزهم لعدد من الدورات التدريبية التي أهلتهم ليكونوا في أول مهرجان شبابي عالميا لأهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين والذي جاء انطلاقه تأكيدا على دور البحرين ومبادراتها في مجال أهداف التنمية المستدامة ولتوعية الطلاب والطالبات بما هي المشاكل والقضايا وحلها بطرق مختصرة لمستقبل أفضل وجعل العالم أكثر تطورا ونجاحا في مختلف المجالات لو كلمنا على التنمية المستدامة بنتكلم هنا على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة اللي هي خطة 2030 دي ابتدت من سنة 2015 العالم كله جاه قال يا جماعة احنا عايزين نخلي نحسن من الوضع المجتمعي للبلاد كلها المختلفة فازاي نقدر نحط خطة كلنا نلعب فيها دور وتبقى جزء من الخطة بتاعة البلاد المختلفة لسنة 2030 فحاولنا ان ده يكون المحور الرئيسي للمحاضرة النهاردة ويكون فيها في النهاية زي ما نقول دعوة للشباب انهم يلعبوا دور فعال في المجتمع الجميع كان على موعد مع محاضرة تنموية لم تتجاوز مدتها عن ساعة واحدة ومن لم يحالفه الحظ في رؤيتها تم وضع تفاصيلها على موقع اليوتيوب ليمنح الجميع فرصة مشاهدتها اينما حل وتواجد في داخل البحرين وخارجها من دول العالم لتلفزيون البحرين محمد رشادات